ستكون دورة لندن الألعاب الأولمبية للمعاقين الأكبر من حيث الحجم مقارنة بكل الدورات التي أقيمت على النطاق العالمي منذ 52 عاما يشارك في دورة لندن للألعاب الأولمبية للمعاقين نحو 4200 لاعب ولاعبة ينتمون لمائة وست وستين دولة وسيخضع أكثر من ربعهم لاختبارات الكشف عن المنشطات تجرى المنافسات على مدى 11 يوما في 15 منشأة رياضية من بينها الملعب الأولمبي في حي ستراتفورد في لندن الذي تم تحويل عدد من منشآته لتتناسب مع احتياجات رياضات المعاقين كما سيتمكن الجمهور من ذوي الإعاقات من متابعة المنافسات المختلفة من خلال خدمة خاصة يتنافس اللاعبون واللعبات في 20 رياضة مختلفة بالإضافة إلى رياضة كرة الهدف التي يتبار فيها المكففون بكرة ذات جرس سيشارك في هذه الدورة للمرة الأولى لعبون ولعبات من ذوي الإعاقات الذهنية في رياضتي السباحة وتنس الطاولة وذلك من توقف مشاركاتهم عقب دورة سيدني أنشأت اللجنة المنظمة ورشة تحتوي على أكثر من 15 ألف قطعة غيار لإصلاح الكرسية المتحركة والأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية وتشارك دولتان للمرة الأولى في الألعاب الأولمبية لذوي الإعاقة وهما كوريا الشمالية وجمهورية الكنغو الديمقراطية وقد طرحت مليونة ونصف المليون تذكرة للبيع وهو أكبر عدد لتذاكر أولمبياد المعاقين على الإطلاق وسط مؤشرات بنفادها كلها قبل بدء المنافسات ترجمة نانسي قنقر